عليكم السلام أحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اللحظات القرآنية هذه الحلقة رقم 1271 ونحن في تدبر سورة محمد في الآية 31 منها وده الحلقة الثالثة اللي هي وَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى عَلْ عَمَلَ مُجَاهْدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ هنا الحلقة عن صبر بني إسرائيل شوف خالبالك ربنا وصف المتقين من بني إسرائيل فقال وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بَأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا يَا لَمَّا صَبَرُوا رَبُّونَ جَعَلْهُمْ أَئِمَّةً في أَقْوَامِ من ده 24 سورة السجدة وربنا أمرهم أمر بني إسرائيل في القرآن الكريم الذين كانوا معاصرين من سورة القرآن الكريم قال لهم وَاستعينوا بالصبر والصلاة الآية 5 سورة البقرة لكن الذي حدث أن بني إسرائيل لما كانوا تحت الاضطهاد الفرعوني صبروا عليه وكانوا يدعون الله فعمش يقدر نصف صبرهم بأنه صبر سلبي لأنهم يقدروا يعملوا مع فرعون الذي احتكر السلطة والثروة لكن هو الموضوع أنهم كانوا يستجيرون بالله جل وعلا وخصوصا بأن فرعون البلأ بتوعه كان يذهبون إلى أي بيت يكون في عائل صغير مولود إذا كان ذكر يذبحوه يذبحوا أبنائهم ويستحي أن يترك البنات فهذا جبر ما فيش زي ومع ذلك هما كانوا بيستعينوا بالله سبحانه وتعالى فهم يعني لم يخنعوا ولم يرضوا ولكن استجاروا بالله سبحانه وتعالى وده أدنى درجات الصبر الإيجابي ولما موسى جاء لهم قال لهم موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثوى من يشاء من عباده والعاقبة المتقين قالوا إيه قالوا أذينا من قبل أن تأتي أنا ومن بعد ما جئتنا إحنا في أزى قبل ما تيجي وبعد لما انت جيت وربنا ذكر بقى أنه طبعا لما اشتد الأزى الفرعوني بهم بعد ما جئ موسى وعمل عليهم عيون والزواسيس وتتبعونهم في كل مكان فنس منهم من الخوف ابتدوا يجتنبوا موسى يقول لك يا بعد عنه يعني فهو ده يعتبر صبري سلبي وناس تنين كانوا مع موسى وموسى بيدعوا ربنا وموجودين معاه وبيصلوا في أماكن لوحده خل بالك القرآنيين لما كنا بنصل في بيوتنا جم أبضوا علينا لكن فرعون اللي هو فرعون منتع موسى ما أبضش على الناس اللي هما بيصلوا في بيوت لهم يقول سبحانه وتعالى فما آمن الموسى إلا ذريات من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لهم المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين الفتنة هنا بمعنى الاضطهاد ونجينا برحمتك من القوم الكافرين يعني أي واحد يضطهد بشرا في الدين يبقى من الظالمين ومن الكافرين ينطبق هذا على الفراعين اللي هما اضطهدون ولا يزالون في مصر ربنا سبحانه وتعالى وكل أوحينا إلى موسى وأخيه يعني أخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين يعني موسى ومع أخيه هارون يصلوا ومعهم الناس يصلوا مع بعض في بيوت بعيدة عن كده وبعدين ربنا يقول وقال موسى ربنا أنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا قال سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فربنا استجاب وفان هو الذي حدث بعدها على طول بعدها دية الآية 89 الآية 90 وجوزنا بين السراء البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا دركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له الآن وقد عصيتك قبل وكنت من المسلمين فلما منجيك ببادنك لتكون لمن خلفك آية فبعد لما النظام بتاع فرعون الجنود بتوعه وآله والموظفين وغيره ما عدا قارون يعني غرقوا أصبحت بقى مصر يعني متاحة فرجع بني إسرائيل ويعني شاركوا في الاستلاء على ما تركه فرعون وطبعا المصرين الغلابة لديها فرصة وطلعوا بقى على القصور ويهدوها ودوروا على الكنوز اللي فيها وده اللي ربنا قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يعني بني إسرائيل ما شارق الأرض ومغربها اللي هي مصر التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك على الحسن على بني إسرائيل شباه بما صبروا ودمرنا ما كان يصنعه فرعون وقامه وما كانوا يعرشون هو بعض الناس السطحيين الجهلة يقول لك ما فيش فيه دليل على فرعون موسى أيها استاذ منت لو تروا ستعرف ليه لأن كل الأثار بتاعت فرعون موسى تم تدميرها ودمرنا ما كان يصنعه فرعون وقامه وما كانوا يعرشون طيب هو بعد كده أيضا هم وقعوا في الصبر السلبي هم تعودوا أن ربنا ينسى وقع الله ينجيهم من فرعون وأن ربنا يبعطون من والسلوى وهكذا كل حاجة بتجيهم لغايتهم فلما يعني موسى بقى اللي بخلاص ترجع إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لنا لكما جاء في سورة المائدة من الآية 20 إلى الآية 26 قالك لا فيها قام جبالين لحنة وربك فقاتل إحنا هنا قاعدين يخواننا مكتب لا يوجد فائدة فربنا قال يا أني قال ربي إني لا أمنك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فربنا حكم علوم بأن يبتي أربعين عام قال فأنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض وبرضو هم في حالة الدعم والابتاع ربنا بعتنوا المن وسول وكل حاجة فزهؤ شور البطر وذي قلت يا موسى لن نصبر على طعم واحد يعني عايزين حاجة عايزين ناكل الفلفل وعايزين ناكل التوم وعايزين ناكل البصل وعايزين ناكل الحاجات اللي هي كتف مصر دي يعني الفول والطعمية والحاجات دي وذي قلت يا موسى لن نصبر على طعاب واحد فتعلنا ربك يخرجنا مما تنبوت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها فلما تستبدون الذي هو أدنى بالذي هو خير شكرا وعليكم السلام